الموديول اللي بعد كده بيتكلم على Deploy Microsoft 6.5 Apps for Enterprise الموديول ده بيتكلم على الابليكيشنز بتاعة الورد والإكسيل والباوربوينت احنا شفنا ان اليوزر يقدر انه هو يستخدم الابليكيشنز أولاين من عند مايكروسوفت من portal.office.com طب لو انا مشتري البرو بلاس اللي هو الاسم القديم للابليكيشنز فور انتربرايز يعني انا لو جئت هنا مثلا قلت له compare the plans بتاعة مايكروسوفت فكان فيه plan كان ممكن اشتريها اسمها Microsoft 6.5 Apps for Enterprise اللي هي 12$ per user per month. الplan دي بيتحلي ان انا اعمل install the office apps على اللابتوب بتاع اليوزر او على الموبايل بتاعه او على التابلت او هكذا يعني تمام فسواء انا مشتري الplan دي او سواء انا انا معي الplan بتاعة الاسري او او اي فايف هي بتانكلود الplan دي فمن الاخر ازاي اعمل install للاوفيس ابلكيشنز طالما انا مشتري اللايسنز بتاعتها انكلودت في Microsoft 6.5 services او online services هل لك عندك طريقتين الشكل الاولاني ان انا اخلي اليوزر اخلي اليوزر من على البورتل ينزل الابليكيشن يعمله install direct من Microsoft 6.5 بورتل وعندي الشكل التاني ان انا اخد الباكيج بتاعت ال office دي او سواء انا عندي system center configuration manager فانا هحط الباكيج في system center configuration manager وهو هيديبلوي الصوفت وير ده على الاجهزة او سواء انا هعمل ديبلوي للصوفت وير ده من خلال الجروب policy او سواء انا احط الباكيج بتاعت ال office على shared folder ومن خلال حاجة اسمها office deployment tool من خلال التول دي بقدر ان انا اديبلوي الصوفت وير ده على الاجهزة عندي كذا طريقة خلينا نمشي خطوة خطوة هنا في الموديول ده الapps بيقول لك هنا ان انت اول يونت عندك explore microsoft 6x5 apps for enterprise functionalities يعني انت اكيد مش هنشرح الورد بيعمل ايه والexcel بيعمل ايه فاحنا عارفين ان ال office او ال office applications بتانكلود الورد والexcel والpowerpoint والoutlook وال والاكسيز والحاجات دي كلها وبيقول لك ان انت ممكن تطلب كمان الفيزيو والبروجيكس مايكروسوفت بروجيكس ومايكروسوفت فيزيو عشان هما مش انكلودت في الباكيج بتاعت البرو بلاس البرو بلاس ده كان الاسم القديم بتاع ال apps for enterprise كان اسمها برو بلاس زمان يعني طيب انا لما هجأ بلان عشان انستول ال office applications عند اليوزرز هل انا هروح على طول كده اعمل انستول ولا في بلان هعملها اكيد في بلان من ال بلان دي ان انا هحدد هل محتاج ان اليوزر يستطب ال apps direct من مايكروسوفت يعني هيعمل ايه يعني هنييجي كده في البراوزر ده ونقول له portal.office.com وكنا دخلنا بيوزر كان مش هو ده فلو دخلنا كده باليوزر ده اللي هو ال plan اللي هو واخده او سابسكريبش اللي انا مدهاله included فيها ال office apps فلو جينا هنا هنلاقي ال online apps ال office apps online موجودة يقدر يستخدمها وهنلاقي ان فيه زرار هنا install apps بتنزل ال office applications على اللابتوب بتاع اليوزر ده فممكن ان هو install apps يدوس كده يقول له Microsoft CX5 apps بإنكولد ال outlook وال one drive وال word وال excel وال power point والحاجات دي كلها وفيه حاجة تانية اضغر install options دي باختار منها اللي اللغة وبإنستول ال available apps خلنانا يعني في ال option ده الاولاني انه هو يقدر ينستول ال applications من هنا ولكن لو انا قلت لليوزر لو انا مثلا شركة وعندي مثلا 500 يوزر او عندي الف يوزر وقلت لهم يا جمعان وهتروحوا على ال portal وهتعملوا install apps فال word وال excel والحاجات دي هيحصل لها automatic install على اللابتوب بتاعك انا كده لو مش عامل بلان انا كده باهزر لاني لازم اكون حاسب الباندوز هل الباندوز عندي تسمح ان اليوزر كلهم يعملوا install apps direct من مايكروسوفت من هنا حاجة زي مثلا الفايروول هل كل اليوزر نسمح لهم انترنت اساسا لان كتير من الشركات اصلا اللابتوب بتاع اليوزر في الشركة غالبا مش بيطلعوا انترنت يعني غالبا فيه كتير بيعمل كده يعني وغالبا على الفايروول قافل المعظم البورس وفتح له مثلا ووب سايتس معينة فهتلاقي مشاكل كتير من الكلام ده لازم تعمل لها بلان قبل ما تاخد القرار ان انت تقول لليوزر اعملوا install apps من ايه من ال اوفشن ده يعني بلان للفايروول بلان للانترنت اكسس بلان للباندوز بتاعتك هتسمح بكده ولا لا بلان لحاجة مثلا هاردوير ريكوارمنتس بتاعة اللابتوب بتاع اليوزر او البيسي بتاعه وهيسمح لapplications او لا قبل الكلام ده كله هل اصلا الapplications اللي موجودة عندي اليوزر هل هي هتكون compatible او هل هي هتسمح ان انا عمل لها upgrade ونزل ال office apps ديت بمعنى انا عايز اقول ايه هنا انا عايز اقول لو انا مثلا عندي انت شغالة excel 2010 او شغالة office applications بتاعه 2013 بلاش 2010 شغالة office applications بتاعه 2013 او 2016 وجه اليوزر مثلا على ال excel وراح اعمل add-ins زي حاجة زي الماكروس لو الناس بتاعة ال excel عارفة الكلام ده الماكروس مثلا حاجة كده بتتعامل بال visual basic role كده او add-in بتتضيف لل excel اسمها ال او gpa macros لما ادوس عليها شوية tasks او شوية steps تحصل اوتوماتيك للديتا بتاعته الموجودة في ال excel يعني مثلا زبط لي الكلوم ايه مش عارف يعمل ايه في كلوم بي شوية steps كده بتحصل اوتوماتيك لما بدوس مثلا على ماكروس ديه add-in مثلا ان انا في excel sheet موجود مثلا على share point كلنا بنشتغل عليه وكل واحد فينا بيداو upload version على اللابتوب عنده ولما بيحط ديتا في ال excel sheet بدل ما يروح يعمل upload للفايل في ال share point عشان الناس كلها تشوف ال updates اللي هو عملها بمكن يعمل add-in لزرار مثلا حاجة اسمها publish يعني ايه يعني خد ال updates اللي انا حطيته في ال excel المرة ديت نروح يحطه في ال version اللي موجودة على share point عشان الناس اللي هتروح تعمل اللي هتروح تستخدم الفايل اللي على share point تلاقي ال updates اللي انا عملتها دي كلها add-ins وفيه حاجات كتير add-ins فهل ال office اللي انا هنزله من هنا هل هو compatible مع ال add-ins اللي اللي لدي شغالين عليها او لا لا حاجات دي كلها لازم اضبطها قبل ما اخد قرار ان اقول لل users روح اعمل download direct من microsoft من هنا طيب ازاي ممكن هندي سألني ازاي تشيك ال computability وازاي تشيك ال add-ins وال macros بتاع ال excel مع ال office apps اللي هتنزل جديدة هنا مايكروسوفت بتقول لك ان انا عندي حاجة اسمها حاجة اسمها redness toolkit tool لو دخلت هنا فبيقول لك ان التول ديت مايكروسوفت عاملها اسمها redness toolkit لو نزلت معاها فبيقول لك ان دي بتعمل ايه دي بتشيك كل ال applications اللي معمول لها ان اصطول عندك على اللابتوب بتشيك ال vpa macros في ال office versions بتشيك ال add-ins زي ال add-in بتاع ال publish اللي انا قطو لكم عليها ديت بيقول لك مثلا كام لابتوب او كام جهاز عندهم ماكروس كام جهاز ما عندهوش هنا ال unique add-ins found كام add-ins اصلا موجودة في ال applications ان ال users عمل لها فهنا بيطلع لك ال report ده وهنا بيشرح لك options بتاعت التول ديت كل option بيعمل ايه وده ال installation بتاعه من ضمن الحاجات من ضمن الحاجات اللي انا لازم اتأكد منها قبل ما اقول اليوزر روح install direct من مايكروسوفت ان انا اتأكد اصلا ان اليوزر ده لي ادمن local admin privilege ان هو اصلا ينستول applications على اللابتوب بتاعه لان معظم الشركات ما بتديش اصلا اليوزر ان هو ينستول حاجة على اللابتوب او على ال PC بتاعه فدي حاجة من الحاجات اللي انا لازم اتشيك برضو هل اليوزر قادر ان هو اصلا ينستول أبس ولا لا الصح ايه او ال recommendation ايه ال recommendation انه محدش يعني يروح ينستول direct من هنا ثم هنعمل ايه هننزل طول اسمها office deployment tool وهناخد ال package بتاع ال office اللي هي ال office package من هنا طبعا ال office package سواء عملت لها النستول من هنا direct او سواء خدت ال package وانا هعمل لها deploy internal بتكون ال package دي بتكون last update version من مايكروسوفت يعني يقول لك ان انت تقدر ان انت تقدر to complete self service installation of microsoft 6x5 apps for enterprise اللي هي الطريقة اللي قلنا عليها اليوزر هو اللي هي نستول direct من مايكروسوفت من من البرتال بتاعه وممكن ان انا استخدم ال end point configuration manager عشان ابوش او 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 افبوش الصوفتوير بتاع الابس على اللابتوبس بتاعت الناس فالإنبوينت هو زمان كان اسمه System Center Configuration Manager System Center Configuration Manager حاليا عمله انتجريشا مابين مايكروسوفت انتون مايكروسوفت انتون اللي كنا جبناها قبل كده البورتال بتاعها من هنا مايكروسوفت انتون هي كلاود سيرفيس من خلالها بقدر ان انا امانيج اللابتوبس واقدر امانيج الموبايل من البورتال بتاع الانبوينت مانيجر ده الانبوينت مانيجر هنا بيانكلود مايكروسوفت انتون وبيانكلود الحاجات بتاعة System Center Configuration Manager لو انت موجود عندك On-Premises System Center Configuration Manager تقدر تعمل انتجريت مع البرتال ده وتقدر ان انت تفيو هنا كل الديتا اللي موجودة عندك في System Center Configuration Manager السيرفر ال On-Premises تقدر تشوفها من هنا تقدر من هنا ان انت تديبلوي سوفتوير وتقدر ان انت من System Center Configuration Manager لوكال في النتوورك عندك تحط الباكيج هناك وهي تديبلوي السوفتوير من ال Local Server يعني وبعدين بتكرياته تديبلوي Office Application في Pilot Group فلو خدتوا بالكم هنا بيقول لك ال Steps طبعا نحن مش هنقول الحاجات دي كلها بس هنا بيقول لك ازاي تستخدم System Center Configuration Manager ان انت تديبلوي Office Application عندك Locally على الأجهزة بعد كده بيتكلم على ان ال Apps دي ممكن اعملها ديبلوي من الكلاود يعني من الكلاود يعني انا اخد الباكيج وحطاها على SharePoint Online ومن SharePoint Online عندي حاجة اسمها Office Content Delivery Network قاسف عندي حاجة اسمها Office Deploy Main Tool من خلالها بقدر ان انا هدبلوي ال Office Package من على ال SharePoint Online وفي الطريقة اللي بعد كده اللي هي اخد الباكيج Local لو جيت رجعت باك كده في الطريقة اللي بعد كده ان انا اخد ال Office Package Local هنا يقول لك يقول لك فأكيد فأكيد سيأخذ يضعها على شيرد فولدر وهينزل الطول اللي هي اسمها في الطول في الفولدر بتاع بيبقى في فايل اسمه الـ configuration file من خلال الفايل ده ممكن احدد الـ apps اللي تنزل يعني مش شرط ان انا نزل كل الـ apps ممكن احدد apps معينة تنزل ممكن احدد الحاجات دي كلها وهنا برضو بيقول لك ستيب باي ستيب ازاي ان انت في شيرد فولدر تحط الـ Office Installation Files ويحصل ديبلوي للـ Office من من الشيرد فولدر ده يعني الطريقة اللي هي الاولانية الخالص اللي هي بإنستول دايريك من مايكروسوفت 365 بورتال بتاعي دي اسمها click to run دي بينزل طول صغيرة كده اسمها click to run بدوس عليها بيبدأ ان هو ينزل الـ applications دايريك من مايكروسوفت وفي الطريقة زي ما قلنا اللي هي من System Center Configuration Manager وفي الطريقة اللي هي from cloud من SharePoint Online احط الـ package هناك ودول لود الـ package من هناك وفي الطريقة ان انا عندي شيرد فولدر وحط الـ package ومن خلال الـ Office Deployment Tool اعمل برضو ديبلوي للـ Office على الاجهزة وفي طريقة تانية اللي هي بتاعت الـ Group Policy الـ Active Directory Group Policy برضو اقدر ديبلوي software من خلالها في طرق كتير اقدر من خلالها ان انا امانيج الـ Deploy بتاع Microsoft 365 Apps for Enterprise طيب هنا مايكروسوفت بتقولك هنرجع للجزء ده بس عايز اقوليكم حاجة هنا لو انا بـ plan ان اليوزر هعمله ديبلوي للـ Office من عندي انا سواء من System Center Configuration Manager سواء من الـ SharePoint سواء من الـ local shared folder وطيفر يعني هل اقدر ان انا امنع اليوزر ان هو يديبلوي الـ Office من هنا انا اكيد اه ينفع ان انا امنع اليوزر ان هو يدوس على الزرار ده وينزل الـ Applications امنعها ازاي دي اجي هنا من الـ Portal بتاعي انا كـ Global Admin واجي هنا تحت الـ Organization الـ Organization setting يعني تحت setting تحت organization setting لو نزلت تحت شوية هلاقي فيه حاجة اسمها Microsoft 365 Installation Options لو دخلت جواها هلاقي هنا في الـ Installation مايكروسوفت بتقولي ان انت تقدر تمنع اليوزر ان هو يستطب الـ Apps من عنده دايريكت من عند مايكروسوفت فهنا بيقولك choose Microsoft Apps that user can install on their own devices لو قلت له الـ Office بيإنكرود الـ Skype for Business لو شلت العلامة دي فبالتالي اليوزر مش هيلاقي ان هو يستطب الـ Application دايريكت من مايكروسوفت فممكن ادوس دي كمان وبعد كده اقول save طيب لو رجعنا الـ User اللي هو كان عنده الـ Option دا اللي هو عبد الرحمن هو شايف Microsoft 365 Apps لو عملت refresh Install Apps لو دوست عليها ان انا install full Office Applications اختفت الـ Option ايه دي ما لايش علاقة ممكن اقول له اضر Install Options لو دخلت جواها ممكن اشوفها دي جواه ايه ايه اصلا فمن هنا دخلنا على الـ Profile بتاع اليوزر فهنا ما عندهوش ان هو يقدر ان هو ينستول الـ Apps زي ما كان موجود قبل كده ليه عشان انا شلت الـ Option ده منين من الـ Portal من هنا ان اليوزر ما يقدرش ان هو ينستول الـ Office Direct من عند الـ Portal بتاعه طيب هنا في حاجة اسمها Feature هنا بيقول لك الـ Updates بتاعه الـ Office تنزل كل الـ DA هو طبعا لما بينستول Direct من Microsoft الـ Updates بينزل بصفة مستمرة في الـ Background من غير ما هو ما يعمل اي حاجة الـ Updates للـ Office بتنزل في الـ Background طب انت عايز الـ Updates تنزل As soon as they are ready يعني كل ما هينزل الـ Updates يحصل له Setup Direct على طول ولا انت محتاج One a month يعني الـ Updates ينزل كل شهر ولا انت عايز الـ Updates كل ستة شهور وطفر على حسن ما انت بتختار من هنا يعني طيب ديت اللي هي إزاي يمنع الـ User ان هو ينستول Direct من الـ Portal بتاعه وإزاي ان انا أمانيج الـ Updates سنعايز الـ Updates تنزل لـ User كل قد ايه طيب بعد كده هنا بيكلمني على حاجة اسمها Manager Cloud Apps Using Microsoft Apps Admin Center فيه Admin Center للـ Office Apps موجودة هنا لو نزلنا تحت شوية ونلو وريني All Admin Users هاسف All Admin Centers بلاقي تحت هنا حاجة اسمها Office Configuration من Office Configuration هنا بقدر امانيج حتة الـ Deployment أو حتة الـ Configuration الخاصة بالـ Office Application اللي بتنزل عند الـ Users فبلاقي مثلا حاجة زي Servicing Monthly Enterprise ونشوف بقدر امانيج كنزل لذي دخلت في Advisor Configuration هنا هنا بقدر اختار فايل بتاع التول اللي هي الوفيس ديبلويمين تول احنا قلنا الوفيس ديبلويمين تول اللي أنا لما بنزل الباكيش على شرت فولدر أو على يعني على لوكال سورس وبديبلوي الصوفتوير من لوكالي هناك فيه فايل اسمه الوفيجريشن فايل بحدد من خلاله ايه الابليكيشنز اللي قدر انزلها يعني ممكن اقوله ما تنزلش الابليكيشنز كلها وفيه يعني باختار اللغة والحاجات دي كلها فيهنا بيقولي ان انا ممكن اختار الابليكيشنز اللي انا هنزلها وبعد ما اختاري بتاعبي وomieه البرودكس اللي انا محتاجة نزلها من مايكروسوفت والحاجات دي كلها في الاخر بعمل دولود للفايل ده فبيساعدني باخد الفايل ده بيساعدني ان انا اديبلويمي للحاجة اللي انا عايزها على طول بدل ما ببتح الفايل وعمل اديت فيه انا ممكن اختاري الحاجات دي من هنا يعني اللغة واللايسنز والشيئات كلها في بوليسي مانجمينت ان انا قادر اكريات بوليسي يحصل لها أبلاي على الأوفيس أبليكيشنز في عندي هنا في هيلس عندي الأب هيلس بيقولي لو في أبليكيشنز فيها مشكلة بغضل ان انا امونطر من هنا سيكوريتي أبديت سيكوريتي أبديت ستيتس دعوةitude وليسيكوريتي افديت سيكوريتي أبديت سيكوريتي من هنا برده لدي هيلسي أبريكي دعوة الهيل السيئة تسيح ويصحي لأجهز لأوفيس ويصح لأصبح الهيل السيئة ويصحي لأجهز لأي لهذا المنواصل موقف الوطاق انا سريعا في العام بورتال الأصل موقفة وهنا سريعا لأنا الهدي ترجمة نانسي قنقر